السلام عليكم السلام عليكم سوف نبدأ الوحدة الثالثة التطابق والتشابه للتطابق والتشابه أهمية كبيرة في حياتنا فهي تستعمل في كثير من المجالات مثل تحديد المسافات بين المدن والقريضة ومعرفة ارتفاعات المباني وتصميم ممالج ممالج مميّة مقبرة مثل الموقر الجميل المقام عند مدخل المدينة السحاب درسنا سابقاً أن الشكل الأصلي وصورته تحت تأثير التحويلات الهندسية لإخلام بالفصل الأول الدوران الانحكاس والانسحاب لهما الشكل والمقاس نفسهما فهما متطابقاً ومن ثم يمكننا التحقق من تطابق شكلين بإجراء انسحاب أو ذويان أو انحكاس بأحدهما والتأكد من انتباقه على الشكل الآخر التمثل نلاحظ أن هذا الشكل أصبح له انسحاب إلى اليمين فأنا ما أتغير عني الشكل أبداً المثلة أصبح له دوران والشكل أصبح لديه انحكاس إذن المضلعات المتطابقة هي مضلعات أجزاء المتقابلة المتطابقة فالأضلاع المتطابقة تسمى أضلاع متنادرة والزوايا المتطابقة تسمى الزوايا المتنادرة سأرمز بالرمز أضلاع المتطابقة الزوايا المتطابقة فمثلاً بالشكل هون نلاحظ أن الزوايا A تطابق الزوايا E الزوايا A تطابق الزوايا E الزوايا B تطابق الزوايا F C و J و D تطابق X الأرقم الأضلاع المتطابقة فهي A D يطابق E نلاحظ أن الشكل أصبح له إنه كاف B C يطابق F J A B يطابق F E و C B يطابق J لازم تطلب إشارة الخط المتقيم أبدأ أكتب جمل التطابق لكل من أزواج المضلعات المتطابقة الآتية هذا الشكل أصبح له إحكاس لاحظ أنه P تطابق M Q تطابق L و R تطابق L ها هي الزوايا المتنادرة الأضلاع المتنادرة P R يطابق MN يعني أنت لو هذا تقريب الآن رح يطابق MN P Q يطابق MN و R Q يطابق LN إذن ها هي الأضلاع المتنادرة الآن أتحقق من فهم موجود صفحة 81 الزوايا المتنادرة نلاحظ أن D تنادر M يعني تطابق ها أكتب الزاوية M تطابق الزاوية D الزاوية O نلاحظ أن هذا الشكل أنه سنجد له إنسحاب إلى L الزاوية O تطابق C أي O تطابق C M تطابق E B أكيد رح تطابق K لأنه أنا لما أسحبها رح تيجي إياه بموقع K و A تطابق أما الأضلاع المتنادرة فهي ED يطابق MN DC يطابق NO OK يطابق CB و LK يطابق AB و AE يطابق LF أما بالنسبة للسؤال رقم ثلاثة فأصبح انهي كاسي الشكل للتسهيل علينا إحنا بنلف تقريباً نرسم صورة تقريبية بس هون التسهيل علينا يا صابع بس أنا رسمته بس هون التسهيل علينا يا صابع بس أنا رسمته حتى يسهل علينا لاحظوا من تقريباً هذا الشكل وهو هاي P و هي Q و هي R و هي F تمام إذا نلاحظ أن الزوايا المتنادرة S تطابق B R تطابق A P تطابق C والزاوية Q تطابق الزاوية D في الأضلاع المتنادرة نلاحظ أن B A يطابق S R S P يطابق B C P Q يطابق C D و R Q يطابق A D تمام يمكنني أيضا استخدام خواص تطابق المضلعات لإيجاد قياسات زوايا وأضلاع مجهورة بالشكل المجاور إذا كان F C D E هذا الشكل يطابق يطابق N O P هو أعطاني إنها متطابقات كون أعطاني بالسؤال إنهم متطابقات إذن جميع الزوايا المتنادرة متطابقة وجميع الأضلاع المتنادرة متطابقة إذن أعطاني قياس الزاوية أعطاني قياس الزاوية لا قياس الزاوية لا قياس الزاوية C D يساوي 7 ساوية بدل قياس الزاوية أول شيء هذا الشكل أصبح له دولة إذن الزاوية D هي زاوية متنادرة مع الزاوية P إذن هي زاوية متنادرة متنادرة هيا لاحظوا إنه D E يطابق P M إذن D تطابق N الزاوية D رح تساوي 104 درجات فإذن الزاوية المتنادرة متطابقة إذن هي متساوي طول O P طول O P طبعا O P هو نفسه طلع يناظر C D فقياسه رح يكون كمان 7 ساوية متطابق أتحقق ما تفهمين موجود عندنا بصفحة 52 في الشكل المجاور المثلة ABC طابق المثلة XYZ هو أعتبر السؤال الآن بدل قياس الزاوية A رح أجل الآن أسأل حالي زاوية A هي تناظر أي زاوية ملاحظة إنها تناظر الزاوية X إذن كونها متنادرات إذن تزاوي قياس الزاوية يساوي X رح يساوي قياس الزاوية A ويساوي 40 دم ويساوي 40 دم طيب طول XY طول XY XY نلاحظ إنه هو ضلع مناظر لضلع AB إذن طول الحي ساوي 5.5 سنتيمتر تم نيجي الآن إلى مثال القطلات في الشكل المجاور المثلة WYS بطابق المثلة MKV هاي معلومة من السؤال السؤال بدي أجد الزاوية V أجد الزاوية V أول شي لازم أسأل حالي الزاوية V تطابق أي زاوية الزاوية V تطابق B تطابق S لاحظوا إنه هذا الشكل أصبح له انعكاس إذن أنا إذا أوجدت الزاوية S مباشرة رأى أعرف قياس الزاوية V كيف رح أوجد الزاوية S عندي هاي 62 هاي 35 بعرف إنه مجموع قياسات زوايا عن ثلاث 180 درجة إذن بجمع 35 62 97 18-27 الجواب 3 80 درجة تم إذن كون الزاوية S هي تطابق الزاوية V إذن الزاوية V تساوي 33 درجة يجي الآن أنا أتحقق من فهمي بالشكل المجاور المثلث CAB CAB يطابق المثلث ZX1 أجد قياس الزاوية A طبعا أول شي لازم أسأل حالي الزاوية A هي زاوية مطابقة لأي زاوية لX هو فقط أصبح أنسحاب لهذا الشكل طيب الزاوية A حتى أوجد زاوية A لازم أوجد قياس زاوية X لكن X مجهولة بهذا المثلث لكن أنا بعرف زاوية 2 إذن سهل أعرف الزاوية X إذن قياس الزاوية X الزاوية 30 لجواب 101 تساوي 180 لحتى أخلي الزاوية X لحالها بطرح 101 من الطرفين هذو الراه بعد أبحث 180 ناقص 101 فالجواب 29 هاي الزاوية X كون الزاوية X تطابق الزاوية A إذن هما متساويات في القياس إذن الزاوية A ستتساوي 79 ثلاثة يمكننا استعمال المعادلات أيضا في إيجاد قياسات زوايا وأضمار مجهولة في المضلعات المتطابقة في الشكل المجاور المضلع ABCD يطابق المضلع PQRS أجد قيمة المتغير X هايها X اللي موجودة بهاي المتطابقة طبعا أول شيء هذا الشكل هو أصبح له أصبح له أول شيء لازم نوجد الأطلاع المتطابقة والزوايا المتطابقة نلاحظ أن الزاوية P هي مطابقة للزاوية A بس إحنا لو هذا أصبح له دوران فالزاوية A لما أنا عملت لها دوران أصبحت بمكان الزاوية P والزاوية P أصبحت في مكان الزاوية Q تمام؟ طيب والزاوية D R و P طيب معناته الزاوية A ليس تساوي 2X زائد 4 لازم تساوي 100 درجة لأنه متطابقة إذن صارت عندي معادلة ناقص 4 ناقص 4 ناقص 4 هدو البروطة ظل عندي 2X تساوي 96 على 2 على 2 إذن X تقيمتها 48 درجة للتحقق احكي هال 2 ضرب 48 درجة الجواب 96 زائد 400 إذن نفس الزاوية أتحقق من فهمي بده قيمة المتغير Y ولاحظ إنه DC أصبح هيها DC أصبح يطابق طلع RS إذن لازم تساوي 12 إذن 3Y-3 تساوي 12 معادلة زائد 3 زائد 3 إذن هدو البروطة 12 زائد 3 خمس ناقص الآن على 3 على 3 إذن Y تساوي 5 Y تساوي 5 هيك بكون انتهى الدسماني هذا اليوم يا سابر يعطيكم الله